السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط طلبه ومن عندي فيديو ستسوينا فيديو عن الأفعال الشاذة هذه الأفعال يعني الشواذ يسموها إذا الأفعال غير هذا الشواذ ما تصرف نضيف لها إيدي لكن هاي أفعال شاذة موجودة عندكم بالمضارع التام present perfect اللي هذه ست صير ست يعني بس الآي بتحول إلى أي بعدنا يجلس هنا معناها have had have يملك يتحول إلى had buy يشتري till يخبر told صار say say اللي هو يقول buy buy يعني يدفع يصير paid get يحصل got هاي مهمة كلش هذي get ground اللي هو ground يزرع ينمو build build يعني هذا يبني build بس الـ D متحول إلى T 100 يلتقي 100 يلتقي يقابل من بس حاث فين الـ E يلا اخذوا لها سكرين حتى تقريبا 22 مادر 23 وعشرين زين 23 وعشرين سويا هنا عندنا خلنا عندلها lift 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 يعني يغادر يترك lift spend يقضي spend بس D T make made المake يعني شو نقول يصنع بس الـ K الـ D B B يكون PN GO GO يذهب GON هذي هم مهمة والـ B هم مهمة speak يتكلم spoken ضيف E N spoke write يكتب writing C يرا C T يمكن يسيب كررتها لا لا لم يكن كررتها هايني شو نبعد 8 8 يأكل 18 بعو بس ضفنا لها E N take يأخذ taken give يعطي given break يعني يكسر broken loss loss معناها loss يخسر lost will win معناها يفوس one هذي الفيديو اللي طلبتوا من عندي هذي الشواذ يأخذوا لها 23 وحد انتو كتابكم فقط اقرضني ل23 وأكو قلت لكم أشياء مهمة اركزوا عليهم وإن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر